هلا بالخميس معكم درات نيجي سي واليوم هنحكي عن أخبار الألعاب هلا بالخميس بوكيمون كويست أو مثل ما بحب سميها بوكيمينكرافت صدرت على الأندرويد والآيو اس هاللعبة أساساً كانت صادرة على السويتش وغريبة مش بس من ناحية شكل البوكيمون والعالم اللي هن فيه بس كمان من طريقة الإتال اللي مش معوضين عليها يعني بدل ما تكون دور بدور دور بدور صاريت فقس وصلي إنه البوجه يموت ما عندي أي رأي بالموضوع يعني ناكست وأخيراً صار التغيير اللي كنا ناطرينه بالفورتنايت غريب ليه أخذنا هلقدي وقت ليمنع العالم لانخبيين بقلب البيوت لمعمرينا إنه يشوفوا لبرة بس يعملوا قدت للحيط هلا وقت يعملوا قدت للحيط ما بقرح فيك تشوف لأنه لوحات صاروا لون صلب بدل ما يكونوا بلالو هاي دي واحدة من التغييرات يلي بلشوا ينفزوها أبيك جيمز ليغيروا آخر معارك بيصيروا بآخر سيركل وكمان بقلب لعبة فورتنايت كان في حفلة انطلاء الصاروخ والعالم تجمعت مع بعضها لتعمر درجة كتير عالي لا يتفرجوا على الصاروخ اللي عم يطلع ومن ولا الحدث شاب كسر رقم العالمة لعدد القتلة بدأ فورت بايت سولو وقدر نزل المبنى كله مع الناس اللي كانوا عليه وجاب 48 كل رقم إياسة جديد وعما بقلبك ما أسألك لكن يقتل أقل من واحد بالدق 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 من زيرو إلى هيرو وبنهاية مش حمسية أبدا بب جي أسأتوا الدعوة تبعوا عند شركة أبيك جيمز من دون سبب أو لأنه شايفوا أنه التقليد شي طبيعي بالألعاب من بعد ما هنه صاروا عم بيقلبوا فورتنايت هممم هممم أسأتوا بشعر دي جا في سي دي بروجيكت ريد فرجوا ديموا لعبة سايبر بونك 2077 للعالم بس مصدروها للناس البرات اللي كانوا موجودين بالأي 3 لأنه اعتبروا الفرجوه أنه بس قبل المراحل البداية لتصنيع اللعبة وصرح مايك بونتسميس المخترع هاللعبة أنه صار لناطر 30 سنة لأعمل هاللعبة في كونتونترو بعد كم سنة يعني مثل ما أتوقعنا بهلب الخميس قبل لعبة ما مفروض تنزل قبل 2019-2020 الشغل الحلو بالدوات مشان هيك كل جمعة مرة هلب الخميس سيبر داتا فرجوا أرقام شركات الألعاب لشهر ماي ومنشوف فيه أنه فورتنايت وصلوا لرقم إياسة من ناحية المدخول وعلى المدخول 7% من الشهر القبله بس هيدا النمو مظبوط إيجابة بس خافف عن الأشهر القبل والمفاجأة أنه لعبة بوكيمون جو فرجت نمو خارق ورجعت لأهل عدد مستهلكين من بعد ما وصلت للقمة في 2016 وقدرت أنتجت 104 مليون دولار في هذا الشهر يعني نمو 174% من سنة لسنة في أمل بعد لالا هاي كيمين لك راكين بول أوكي هيرو جديد بلاعبة أوفرواتش تحت اسم راكينج بول صدر على اللعبة وهو الإضافة لـ 28 لمجموعة الشخصيات اللي فيك تلعب فيهم عنده قدرات غريبة مثل أنه يتحول لطابة هامستر ويبرم ويضرب العالم حواليه ويشبقهم لبعيد وكما يستعمل حبل ليطلقت بمحل ويصير يبرم مثل الريكينج بول وكما ينطر هو بشكل طابي على الأرض ويأزل حواليه وعنده درع بيقوى كل ما يكون فيه ناس أكتر حده وضده وأكيدة وطول الخرقة هو أنه يزرع أنابل حواليه وقتها يستعملها وبينفجروا وقتها يدقل فيهم أنه يبدو هار الله ما حدقت الخبر بس كمان الغنية ستيم سباي كان ويبسايت بيسحب المعلومات من ستيم وبيعطيها للعالم كله بس هالمعلومات مانا مأزية يعني بيخبرك إدي العالم شاريين ألعاب وإدي بيلعبوها ومعلومات بتشبهها بس من بعد ما حدثوا فالف ستيم ووقفوهن قدرتهن من أنه يوصلوا لهالمعلومات وعطلوهن شغلون بس هالمرة فالف ملبطوا ومشيوا بالعكس ومشيوا اللي كنتو عم تعملوه وبطريقة أحسن من قبل لأنه قبل كانوا معلوماتكم شي كتير صح وشي كتير غلط وراح نساعدكم تحصلوا ع كل المعلومات الصح فلما حبيها الويبسايت في كتير بوادي الخير تجاهو بلا 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 فلما حبيها الويبسايت في كتير بوادي الخير تجاهو جيم كاري ابن أخطى لتشيكن كاري وأنا هشحط حالي جيم كاري رح ياخد دور اجمان بفيلم جيم صونيك جيم كاري هو بطل الطفولة لكل العالم المنجيلة لكن الأصغر من هذا العمر لا أعتقد سامعين فيه فبعد أعتقد هذا الفيلم سيضرب على الجيل التسعينات خصوصا أنه أيام عز صونيك كانوا بالتسعينات وأول الألفان لكن كوني أكبر معجب لهذه السلسلة وهذه الشخصية بعد الفيلم لا يحمسنا يمكن فقط نرى التريلرز معقول غاية الرأيية فقط بالأشهر السابقة جوجل كانوا عم يشتغلوا على دخولهم بعالم الفيديو جيمز لم نعرفنا كثيرا عن هذا الموضوع لكن عرفنا ثلاث قصص أول شي أنه يريد أن يعملوا ستريمينج بلاتفورم للألعاب يعني بدل ما تفوت على يوتيوب وتحضر تفوت على ويب سايت لجوجل وتلعب ألعاب يعني كل الكمبيوترات جوجل سيكونوا هني يمشون الألعاب فقط أن ترى الصورة وتلعب كرميل إنه إذا كمبيوترك ضعيف ترى تلعب عليه ألعاب تقال وكمان يريد أن يعملوا مكانة أو كونسول يمكن للستريمينج أو شيء ثاني ويجربوا يجيبوا كثير من صانعي الألعاب الكبار ليشتغلوا معهم تحت اسم جوجل إذا حدا قادر يعمل اللي عم يحكوا فيه جوجل هني جوجل فان شاء الله خير لعبة فالاوت 76 بلشت تاخد ضجة أكتر وأكتر من وراها الضجة العالم صارت تسأل الصانعين أكتر وأكتر عن هاللعبة وعرفنا تفاصيل دقيقة بهاللعبة يعني أكبر مشاكل يواجهوها العالم بهاللعاب أنه لا يمكنهم أن يبدأوا لعب لأن العالم يبدأين قبلهم ودغرب ينهون ويخربونهم كل تقدمون فرح يحموا كل شخص تحت المستوى 5 ويتم يموت ويقدر يجهز حاله بالسيرفر ويأمن حاله بمحل آمن عم عيد كل كلمة عشرين مرة اليوم فالاوت 76 رح يحموا كل واحد تحت المستوى 5 ويعني ما رح يموت قبل ما يكون جهاز حاله بالسيرفر وكمان رح يعملوا شيء اسمه فاست ترافل يعني بتوقف بنقطة تأخذك عن نقطة تانية بعيدة بالخريطة لا توفر مشاوير طوال بلا طعمة صلاحة كل ما حكيته هلق ما فرقانة معي بدي اللعبة تنزل هلق لابليش العبه شو ما حاطين فيها وكمان عرفنا أنه ما رح تنلعب كراس بلاتفورم يعني بين اكس بوكس بي سي و بي اس فور لأنه سوني ما بدون يتعاونه خلي خليه 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 تريكه ها سوني ما بدون يتعاونه بروباجاندا ضد سوني تعاونوا و لعبة Elder Scrolls Blade اللي حكينا عنها بهلب الخميس قبل عرفنا أنه مش كتير بعيدة لتصدر ومفروض تصدر بحدود شهر سبتمبر Game of Thrones Conquest لعبة كتير حكيت عنها بالستريمز تبعي وبالشانل تبعي وخبرتكن ادي بحبة و ادي صارف عليها مصاري بس لعمر المملكة و اعمل اسم لحالب السيرفر بس من بعد ما صار الخلاف مع مجموعة كتير كبيرة بقلبها السيرفر وبهدلتهم على عدة مناسبات حسيت في شي غلط لأنه كلما اهرب عم بيلاقوني دغري وكلما غير اسمي عم بيعرفوا انا مين وفجأة شفت هالخبر مجموعة مسمية حالة كليوباترا جروب كشفوا بمقال طوله 28 صفحة عدة امور غريبة بهاللعبة و عم تنزع لجوه بيناتهم روبيات بيلعبوا عنك اللعبة و بعمروا اللي بدك تعمروا و بتسيدوا وحوش و بتوروك انت و ما عم تعمل شي و تاني شي روبيات بيدلك عد ضدك وين و بيهجموا عليهم تلقائيا او بيحموك من هجمات العدو بلا ما تكون انت عم تعمل شي ان شاء الله يحلوا هالمشاكل اللي نقدر نرجع نلعبها المصنعين طبع لعبة دايينج لايت 2 قالوا انه لعبتهم هي معمولة لتنطنت فوق بنيات و تأتي الزومبيز بهمك بهيك لعب انه تكون ماشي بثلاسة اكتر من انه تكون لجرافيكس احلى فميشين هيك عم بيركزوا على انه يعملوا 60 اف بي اس بدل 4k لانه مش قدرين يعملوا 4k و 60 اف بي اس لانه ما رأيكم اهم الاف بي اس ولا جرافيكس اكتبوا لنا بالكومنتز شو طايم الاذاعة اللي كنا نحضر عليها مسارعة رح ناو صغار اعلنوا انه عم يشتغلوا على مسلسل تحت اسم هيلو و انه هالمسلسل رح يصدر باول 2019 ما رح يكون الرسوم متحركة رح يكون مصور مع عالم حيائية و رح يجربوا و يعملوا سلسلة محترمة فجود لك على كل حال كم معكم منذ الرابن اي جي سي شاهدتكم بسطة بالحلقة اليوم ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب اذا حبيتوا الفيديو و كمان انحقونا على صفحات تواصل اجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام و ديسكورد و كمان صافحتي و كمان فيديو صغير من سريل اوه اوه شكرا